السلام عليكم الشقاق و التطبيقات هو درس من دروس البكالوريا جاء من بعد الاتصال وهو أكيد درجة في دراسة الدول بالنسبة للفقراء اليوم نخدمه قابلة الشقاق في نقطة ثم قابلة الشقاق على اليمين وعلى اليسار في نقطة وبعض تأويلات الهندسية لهذه الشقاق تعريف الشقاق F قابلة للشقاق في X0 هو نحسب للميت X عندما تقولي X0 F-X-F-X0 على X-X0 إذا خرجنا عدد ينتمي إلى X فإن F قابلة للشقاق عند النقطة ذات الأفصول X0 أو في X0 بالنسبة للتأويلات الهندسية نجد الحالات إذا كانت إذا كانت X تساوي سفر يعني حسبت النهاية طلبت منك أن تحدد قابلة الشقاق F في مثلا إثنان تحسب لميت X عندما تقولي إلى إثنان F-X-F2 على X-2 وتحسب النهاية تعود دالة F بالقيمة دي لو تلقى النهاية لهذه الدالة إذا خرجت لك عدد فإن F قابلة للشقاق عند إثنان إذا خرجت لك عدد فإن F قابلة للشقاق في إثنان أما إذا خرجت لك 0 إذا خرجت لك هذا العدد فإن F قابلة للشقاق عند إثنان وتأويل الهندسة هو أن الثقاف يقبل مماس أفوقي يعني إذا خرجت لك هذا العدد إذا كان صفر فإن الثقاف يقبل مماس أفوقي أما إذا كان يخالف صفر فإن الثقاف يقبل مماس مائي أما إذا كانت A تساوي السفر فإن F يقبل مماس أفوقي في النقطة فإن الثقاف يمكن أن تقول أن النقطة للأفصول X0 أو تقدر تسميها وتعطيها مثلاً النقطة A وتضع X0 وتحسب الصورة X0 بالدلعب ليس قابلة تشيقع الصورة X0 بالدلعب هذا العدد A يسمى العدد المشق وكننا قدرنا أن نرمزه لي بـ F' F' X0 يسمى العدد المشق بالنسبة للحالة الثانية إذا كانت إذا كانت أعطي خالف صفر فهذا يعني أن الثقاف يقبل مماس مائي كذلك في النقطة يعمل ما تقول في النقطة ذات الأفصول X0 أو في النقطة ثمية في النقطة كذلك A ثمية A في هذه الحالة للأفصول X0 والأرشوب المماس المائي المماس المائي دائما كي يكون هذا هو هذا مماس المائي يمكن أن يكون بحالة يستطيع أن يكون بحالك هذا يستطيع أن يكون بحالك هذا يعني احسب المعادلة للمائل والمعادلة للمائل المائل المائل معادلة معادلة ويجب أن يكون ي يجب أن يقوم بحالك ف 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 حسن مثلا ف بتكون عدد المтоящق ثم يعنيações معادلة ف World وعادة الممس نقسم منها المساقم المائل هذا المساقم لكي أخرجتك في هذه الحلقة كتبت لنقطة X0FX0 مثلا ستجدها هذه هذه هي النقطة والممساقم سيكون في هذه الحلقة وعادة المساقم ستطلب منك غير الممساقم ليس المساقم كامل بالنسبة لتأويلات الهندسية في هذه النقطة نرى قابلة الشرق على اليمين فئة F قابلة الشقاق F قابلة على اليمين في X0 يعني أن عندما X تقول X0 على اليمين X أكبر من X0 ستجدها فقابلة X0 ستجدها تعرف فقابلة فقابلة على اليمين فقابلة فقابلة على اليسار في x0 يعني الميج عندما x تاولي لx0 x أصغار من x0 دير f لx موعة f لx0 على x موعة x0 يساوي f' 2x هذه قابلة الشقق على اليسار قابلة الشقق على اليمين إذن اللي بغينا نستعمله هذا بجوج باش نبينه أنه f قابلة الشقق في النقطة ماشي على اليمين ماشي غير على اليمين ولا غير على اليسار في النقطة x0 كيف ما هذه اللولة فخصنا إذا كان هذه خصية إذا كان f' 0x يساوي f' 0x فإن f قابلة ماشي غير على اليسار ولا على اليسار قابلة للشقق فقابلة 0x 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 تقويل 0x 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 غير قابلة للشقق على اليمين في x0 وتقويل هندسي f يقبله لأنه غير على اليمين نفس مماس ماشي مماس كامل 0x 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 مماس عمودي موجه نحو الأعلى. أما إذا كان لديك إشارة مختلفة لكي فعن نسم مماس عمودي موجه نحو الأسفل. هنا موجه نحو الأعلى. هنا إذا كانت لديك الميت للإكس تعول إلى إكس زارو موا. هنا أفل إكس موا إكس زارو. على إكس موا إكس زارو. خرجتك هنا موا لا يمكنني. بلس لا يمكنني. هنا موا هنا بلس إشارة مختلفة إذا السائف يقباله نسم مماس عمودي موجه نحو الأسفل. إذا تبينه إذا كان لديك إشارة بحل بحل يعني على اليمين ديمة على اليمين عرفها هي بلس. اليسار هي موا. إذا كان لديك إشارة بحل بحل يعني البلس لا يمكنني مع البلس إياها فهو موجه نحو الأعلى. أما إذا كان لديك مختلفين فهو موجه نحو الأسفل. مثلا إذا كانت البلس هنا موا موجه نحو الأسفل. موا موا موجه نحو الأعلى. هذا فيما يخص تقول الهندسي قبيعة الشرق على اليمين واليسار. ما زال لنا إلى ما زال آخر أحدى هي المساعدة عندما يعني قبيعة الشرق في نقطة X0 هنا نخرج لك بسلم فيني أو مولان فيني فهنا عندك مماس كامل. لأن هنا نصف مماسة لأن هنا لدينا غير على اليمين ولا غير على اليسار. إذا لدينا نصف مماسة في هذه الحالة. أما فاش نكون نحسب في النقطة X0 يعني في النقطة X0 فهناك يكون عندك مماس كامل. هنا سنقول مماسة عمودي. مماسة عمودي كيف سيكون؟ سيكون بحالة هذا. أما على اليمين لديناها موجه نحو الأعلى. سنأخذ غير هذا الكثير. موجه نحو الأسفل سنأخذ غير هذه. ودائما في النقطة في النقطة X0 عليك أن نضع إليها هذه. وهنا كذلك في النقطة في النقطة X0 تقوي الهندس كي نتلاشة هذه الحالات. بالنسبة لقابية الشقاق في النقطة. إذا خرج لنا عدد. فهذا العدد إذا كان A يساوي السفر مماسة أفوقي في النقطة A. يخالف السفر مماسة مائل و المعادلة ذي له هذه. إذا طلبوها منك تكشبها لا تطلبوها منك لا تكشبها مماسة مائل في النقطة A. إذا كانت مطلوبة لا تكشبها لا تكشبها دائما تكون هناك سؤال حدد معادلة المماسة في النقطة ذات الأفصول مثلا تلاجع تحسب قابلية الشقاق عند ثلاثة تلقى عدد هذا العدد هو العدد المشق و تسنتج بما أن خرج لك عدد يخالي بالسفر فإن المنحنى السفر يقبل مماسة مائل و المعادلة ذي له هذه إذا طلبوها منك تكشبها بنسبة عondo الشقاق على اليمين أو اليسار ف قابلية الشقاق على اليمين إذا كانت أخرج لك عدد يعني هذا العدد ينتعمي إلىR كذلك نعم العدد ينتعمين و ه客كتسمى العدد المشق هنه ف قابلية الشقاق على اليمين يعني هنا المveis هي F pip д ок وهنا F pip إذا كانوا متساوين فدلا F قابلية الشقاق في النقطة ككل ؟ عندها إذا كانوا مخشال في هذه القابلة الشقاق أما الل收看 فان proactive تسمى cette naut 5 تقبله نقطة میزواج في هذه النقطة لأنهم داخلérs كل نسبي محاف We 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 Hự وأن الناس سيكون ب Zeiten وهذا الناس سيكون ب状況 الشيكرا مع الن looking at application نقطة میزواج تقراطيها دائرة في جال هذا الشكل نسميه النقطة ميزواج وبنسبة له كان لدينا غير قابل للشيقاق اليمين وغير قابل للشيقاق اليسار فإذا كان لديه نفس الإشارة نقوله نصفه ماس عمودي موجهة حول أعلى في النقطة A هنا نصفه ماس عمودي موجهة حول أسفل في النقطة A كتبوا هذا الضمون الخاص لكي نبدأوا في الأمشيلة التي لدينا وهنا بعض الأمشيلة لكي نفهمها القابلية للشيقاق بالنسبة لتبريل الأول لدينا الدل F هي عبارة حدودية ودرس قابلية الشيقاق الدل F في واحد فيما تسمع قابلية الشيقاق نضع تعريف نحسب الميت أولا نحسب الميت عندما X تقول لماذا؟ تقول النقطة التي نريد أن نحسبها قابلية الشيقاق يعني واحد عندما X تقول إلى واحد هنا تضع F لـ X دائما تضع منها X ناقص ناقص لعدد واحد أما هنا تقص من الصورة لعدد واحد تحسب هذه النهاية إذا خرجت لك عدد فإن الدل F قابلية للشيقاق في هذا في واحد فهذا العدد هذا أما إذا خرجت لك P2F فإن الدل F غير قابلية للشيقاق في العدد واحد نعود الدل F بالقيمة ديالها لميت ديال X تقول إلى واحد الدل F هي X3 ناقص واحد على X ناقص واحد نحسبه F لواحد F لواحد هي واحد أو ثلاثة ناقص واحد هي صفر إذن هذه F لواحد تحسبها تطلقها صفر إذن ممكن لكي نفعلها أتقلنا غير X X3 ناقص واحد على X ناقص واحد حتى هذه تطلق بصفر أديت حسبوات القواة صفر أتقل لك F لكي ناقص واحد وأتقل لكي ناقص واحد وهذه ليست طبقة أهمة لميت دل X تقول إلى واحد هي X ناقص واحد عامل X أقاري زائد X زائد واحد الكل على X ناقص واحد هنا لدينا شيء إذا نختزلنا بهذا بهذا سأتقلها لميت دل X تقول إلى واحد دل X ناقص واحد زائد X زائد واحد وهذه تتسوي لي ثلاثة إذن بما أن نخرج لي عدد عدد ينتمي لها هذا هو العدد المشق دل واحد يعني وبالتالي F قابلة أخرج لي عدد للإشقاق في واحد و لا تنسوا كشبه عادي و F قابلة 1 تساوي لي ثلاثة بالنسبة للسؤال الثاني أول هندسية النتجة محصلة على هذا كيف ما قلت لكم في التلخيص فإذا أخرج لك عدد وهذا العدد يخالف صفر يعني ما أخرج لي صفر هنا أخرج لي عدد يخالف صفر فإن الدال لأفاين المنحنة السئف يقبله ممث مائل لأن العدد ثلاثة ممث المائل و المائل دياله هو ثلاثة أو تقدر تقول المعادلة دياله كان المعادلة دياله وتقدر تحطيها لطلبها منك لا تطلبها منك لا تحطيها إذن هنا سؤال الثاني تقول لأن داسي ثقاف يقبل ممث مائي ميلو العدد الثلاثة معادلة الممث معادلة الممث يطلبها منك لا يطلبها يعني نحن سوف أعطيك هذه ثلاثة X ناقص ثلاثة يعني المعادلة المثاقيم معادلة المماث هي هذه سوف ترسم هذا المثاقيم مثلا أنا رسمتي ثلاثة X سوف تقوم بشكل دول ورسمه رسمتي سوف تكون النقطة مما اسماعيل ما له في النقطة لم يكن أخذها ما هو النقطة؟ سوف تأخذ A تسميها النقطة العدد واحد هو الأفصول والأرشوب الصورة الصورة واحد هي سافر إذن هذا ما هو السافر يقبل مما اسماعيل ما له العدد ثلاثة في النقطة أ الأفصول هو العدد الذي يحسب ليه الشيقاق والأرشوب هو الصورة حيث F لواحد هي سافر لا أعطي شيء واحد هنا أعطيك سافر هذا معادلة المماث سوف تأخذ النقطة لأنه واحدة أ وتضع لي المماث مثل ما سيكون بهذا الشيقاق أو أتبس حليا هذه الأطراف بالنسبة للفريد الثاني الثالث لدينا حدودها F لأيكس تسوي إكس سوف إكس سوف إكس سوف إكس ناقص أربع إكس زايد واحد أدرس قابلة الشقاق هذا لأيكس في إثنان إذن دائما قابلة الشقاق سوف تتعرف أدرس قابلة الشقاق عندما إكس تقوم بإثنان F لإكس ناقص F لإثنان على X ناقص إثنان أول حاجة قبل أن نحسب النهاية أول حاجة أن نحسب سورة العدد إثنان سورة العدد إثنان F لإثنان ما سوى أربعة ناقص مليا زايد واحد سوف أعطينا هي ناقص ثلاثة يعني F لإثنان هي ناقص ثلاثة سوف نكتبها لفق سوف نحيدها من هنا F لإثنان ما سوى ناقص ثلاثة سوف نعود دالة F بالقيمة تقوم بإثنان تساوي الليميت عندما إكس تقوم بإثنان دالة F هي إكس تقوم بإثنان ناقص أربعة إكس زايد واحد ناقص ثلاثة ناقص ناقص ثلاثة تعطينا زايد ثلاثة لكن يقول مني جزء الزائد حتى هنا لدينا ناقص ناقص F لإثنان ناقص معات ناقص ستقوم بإثنان الكل على X ناقص إثنان وإذا نحسب الفوق ما سوى الليميت عندما إكس تقوم بإثنان X في إثنان ناقص أربعة إكس زايد أربعة الكل على X ناقص إثنان وهذه مشطفقة عامة سأعطينا هي الليميت عندما إكس تقوم بإثنان X ناقص إثنان الكل أو إثنان على X ناقص إثنان وهذه الآن حرج ذلك sol sp لدينا عدد اقص إثنان يمكنك الإثنان فأنا نقص إثنان أفتب Guillory X ناقص إثنان وبعض elimination بالإثنان إو punt شديد على칸 في اثنان و و يعني العدد المشق في العدد الاثنان يعني ف بخيم دو دو تقالى زاو عدد بنسبة السؤال الأول أمن بنسبة لك أول هندسي فرقت لكم كيف مادرت لكم تلخيص في يقباله مماث أفوقي مماث أفوقي في النقطة في النقطة ذات الأفصول في النقطة ذات الأفصول مماث أفوقي في النقطة ذات الأفصول النقطة ذات الأفصول يعني النقطة للأفصول 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 في الثلاثة قابلية الشيقق على اليمين في العدد الثلاثة لذلك نحن دائما تعرف المماث عندما إكس تلخيص إلى ثلاثة على اليمين تكشف إلى هذه الطريقة أو تكشف إلى هذه الطريقة ثلاثة حيث أن إكس أكبر من ثلاثة تجدون بحل بحل ثم نبدأ بعد أفصول 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 ثلاثة 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 يجب علي زائد واحد الكل على X-3 تساوي لمدة X تاول إلى 3 على يمين جدر X-3 على X-3 ومن بعد هذا X-3 هو جدر X مضرب في جدر X يعني X-3 نحن عبر هذه X X-3 تساوي جدر X-3 مضرب في جدر X-3 ستبقى هذه X-3 نعوضها بعد ذلك سأعطيها عندما X تاول إلى 3 على اليمين فوق عندي جدر X-3 وعندما عندي X-3 مضرب في بعض ذلك نحن 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 إذاً سأتتمع أحدث تبقى للميت من X تاول إلى 3 على اليمين من 1 على جدر X-3 بما أنه على اليمين هنا العوض 3 هنا 3-3 هي الصفر وبما أن الجدر هذا الجدر سيكون موجة هنا هذا 0 وعندما يأتي 2 ماذا أفقى بالشقاط على اليمين في ثلاثة إلا لأنه خرجت لنا عدد خرجت لنا في ثلاثة إذاً ف غير قابلة للشقاط على اليمين في ثلاثة إلا كانت ف غير قابلة للشقاط على اليمين في ثلاثة فهي أكيد غير قابلة للشقاط في العدد ثلاثة وبالتالي ف غير قابلة للشقاط في ثلاثة إن لم تكن قابلة بالشقاط يجب تم تشكح للشقاط على اليمين وعلى اليسار ثم عدد المشق فهي至any ي 뭐야 الإنث Prof ف هو غير قابلة للشقاط هنا فنواطة وتقويد بسعاف كما قلت لكم إذا كان لدي قادمة نفس الإشارة فهو سوف يقبل نصف ممس لأنه على اليمين نصف ممس عمودي وموجهان حول أعلى لأنه لهم نفس الإشارة سوف يقبل نصف ممس هذا الجواب للسؤال الثاني نصف ممس عمودي في النقطة نصف ممس عمودي في النقطة في النقطة أعادة أفصول X0 أكيد يكون الأرشب هو F في صورة X0 في النقطة أعادة أفصول X0 F لX0 موجهة موجهة نحو الأعلى الأعلى لأنه لهم نفس الإشارة